فقر التكنولوجي لليوم لستكون مع مايا خويري حتى نحكي عن مدار واثار السلبية اليوم للتكنولوجيا وتحديدا يمكن للألعاب للتلفونات للتابلت وكل شيء يمكن يخرق لنا خصوصيتنا أهلا وسهلا فيك مايا صباحا النور حدا متخصص بالتكنولوجيا بيخبر عن التكنولوجيا وسلبيةها كيف لألك لي نحنا دايما هيدا الموضوع أكيد مناخد الكتال البوزيتيف ومننوه عنه ومنشيد فيه بمطلع الأحوال بس الطوعية لازمي لأنه رح أعطيك أمثال هيك عم شوفها من عالمنا بعالمنا الرقمة عم تمرق فيها الأشخاص عن جد مواقف هني لأنهم على غير الطلع بالأشياء اللي عم يشوفوها هيدا دايما منجرب هنا نعمل طوعية صغيرة نحكي عن الأطار السلبية عن كل شيء من مرق فيه مثل ما قلتي على أجهزتنا من تكنولوجيا وإنترنت إن كان على الألعاب وغيرها حتى كبار بالسن بيتعرضوا له والصغار والمراهقين عم نحكي عن الوقت يلي نحنا بنصرفه على هالأجهزة هو رح نحكي عن خمس أطار سلبية نحنا ممكن تقطع عنها فينا نكون على الوقت يعني نحن نحكي عن تأثيرات على صحة النفسية الجسدية حياتنا الواقعية نحنا بمطلع الأحوال من نعرف معظم حياتنا عم نقضية على أجهزتنا إن كان مثل ما ذكرت تابلتس على تليفوناتنا وأغلبنا على تليفوناتنا وحسب كم متطلبات عملنا أيام بالليل بيخل من وقتنا الجهاز إنه نوعب بيشتغل هوني بنا ننتبه على الشغلة يمكن الأغلب ما بيعرف إنه ممكن هي السبب الرئيسي بإنجفاض كمية ونوعية النوم لأنه نحنا ننتجي أرمون أو brain chemical اسمه ميراتونين وهذا الأرمون هو تيرقلج إذا بدك بالداركنس أو بالظلام أوقات النوم تبعنا يعني بيخليك بحالة إنه خلاص هيدا الوقت اللي لازمتنا نحنا وحمنين الجهاز الشعاع اللي بيطلع من الجهاز بيأثر على هيدا الأرمون بالتالي نحنا عطول منلاقي بتعب يمكن بسنوع الحل هون إنه إذا ولا ناخد سيبو ناخد أوحبوب لا في شيء اسمه كمينا في شيء اسمه blue light filter بلت بالعوينات فينا نحطه بيشيل هيدا للشعاع المضر كمينا لأن نحنا منقدر نشتغل بالbrightness طبع تليفوناتنا نعرف إنه بالليل هي لوحدة أوتوماتيك لي بتخف بس بلو فلتر كمينا بيساعد تمام كتير العين بقى تتأزى ونقدر نستغرق بالنوم والناق يعني والنايل إذا بديك قصت من النوم السليم وكمي لأنه في ناس بتفكر إنه إذا ما دورت التيفي أو ما مسكت التليفان ما بتخفى بس هو العقلة حين يفتكر إنه حاله هو بعضه بنهار يعني لأنه الميلاتونين مفروض تعلى بهالوقت لهن نينام فأنت وقت تضويله للدماغ بيفتكر هو بعضه بنهار صح أيضا وقصد مية بالمية الميلاتونين مثل ما ذكرت عم بيفكر بعضه دماغنا إنه في ضوء وأنه هو لازم بالظلام ليشتغل الأرمون سو طبعا نستعمل مثل ما قلت السبلمنت كلنا نلاقي الحل الأفضل ما ندخل شي على أجساتنا وموجود الأرمون يعني موجود أراد بدنا بس نرقل جه مية من مية فالأفضل شو قبل النوم قديش نبتعد عن الأجهزة هلأ هو أفضل أصلا ما نخلي الجهاز معنا بس إنه كلنا بنحضر ومعتدي ممكن نحضر تيفي سعى والبتبهيله إنه اللي بتحضري أصلا ما أسرع بالعكس بدك تتكف إذا عم تتابع مسلسل خاصة هلأ يعني فيك تتابع مسلسلات على ناتفليكس أنت قاعدة بتتخط على تلف مفضل أكيد إذا بدنا نستمن الرحة مزبوط إنه ما ناخد الجهاز معنا أول بديل مثل ما ذكرت في البلولايت فلتر أصلا تما يأذي كمانا باكات العام هيدا الفلتر بينشرع عادة لينات ينات نطلب منه منطلب من محل الأوبتيك إنه مع بلولايت فلتر لأنه نحنا كتير منتعرض لجهاز قلال النهار هيدا أفضل يكون موجود معنا إذا نحنا شغلنا على الكمبيوتر أفضل نفضل هو تنحمي إذا بيسمعونا يمكن كمان أطباء العين نحنا كنا يمكن يمكن قول عندهم أولادنا درجات طلع لهم ميوبي أو أستيماد لأنه كتير يمكن عم بيستعمل الأيبادي أريدتار بيقلك الحكيم إنه لا ما دخل ما إلا علاقة بس هو يفضل وقت اللي نحنا منستغرق وقت طويل يعني أنا بس بدي أشتري لولادي هلأ لينات عم جبلونيين مع بلولايت فلتر هو أفضل أريح يعني إلى النظر تاني تاني شيء إذا بديك هيك كمان بتغطي لأنه نفسي كمان يعني بعدنا بأول لأنه عم بتعب حالي وقت اللي أنت ما عم بتخذي قصت من الراحة مصبوط وأثبتت الدراسات كمان أنه 6% من من عالميا يعني بعينوا من الإدمان على الإنترنت وكمان في دراسات أخرى بتقول أنه الجيل الحالي هو أكتر جيل بعاني من الاكتئاب كمان نظرا لاستخدمات الإنترنت والتكنولوجيا ما عم بحكي بس بالسلبيات عم نحكي نحنا بالتوعية أنه يكون في بلانس بين الاستهلاكنا للعالم الرقمي ونحنا يعني تفاعلاتنا مع العالم الوضع يعني إذا نحنا أصلا عنا حالة من الاكتئاب أو الحياة اللي عايشين فيها فيها استرس الهروب للإنترنت أو للتكنولوجيا منه هو الرمان ما شو اللي حي صححنا يمكن يعيد يكتر إذا بدك من السلبيات أو يبرز عنا مشاكل صحية ونفسية أكتر بما أني مني متخصصة بالطب النفس بس أنا رأيتي للأمور إذا بدك لأنه بتلقى كمانا كتير اتصالات طول العالم وقت اللي بيشاركوك بحياة الواقعية عن جد مشاكل بيقطع فيها بتكوني فكرة عن قدي العرضة إما المراهقين أما حتى الأكبر سننا حتى أولاد مع أني أنا دائما برجع بالفط أن أولاد ما يفوتوا على مناصات التواصل بس مراهقين أهي معمولة الريتنج تبعها أصلا لها العمل بس الأولاد اليوم نشوفهم على مختلف التطبيقات وعلى الألعاب الهرب يمكن فيه مثل ما أنا فيه نوعية من الأشخاص الانتروورتز والإكستروورتز بيلاقوا حالهم الانتروورتز أكتر من وراء الشاشة بقدروا يعبروا بشكل أفضل بس المشكلة من إذا فطنا على مناصات التواصل لك فيه الأخبار اللي نحن حتى بعمل نعدي بتشوفي أشياء ما كانت متنقلة بحيدة السرعة يعني بتشوفي أخبار بتحطيك بتشوفي أخبار كاذبة أصلا هون رح أعطي مثل صغير هيك فكرة مبرحة عم بحضر تيك توك فيديو الامرأة اللي بتلعب الفيديو استخدمت فلتر من تحت وطلعت بإيروني عن جد بشي كتير وهي مهضومة يعني إذا الواحد بس بينتبه تما يصدق كل شي بيشوفه حتى الفلتر الاج طلع كتير ديرش بتشوفي حالك كيف بيصير شكلي أنا تلاح نفسي مبارك مبتك باري بلاوش مل عليك خلالت كرت حالي هلأدي أنا لأ ما زمت معي أوكي بقى هي حتى فلتر الاج وحتى أنه أنا عمري 38 سنة وبشرب كتير ماي وبنتبه لصحتي وكله بقلولي ما بيبين عليك أنه هلأدي عمري كل العالم مصدقة أنه هي ما الماي على أساس بيفيد ما الماي يعني إذا بتشوفي كمية التعليقات اللي صدقت المضمون مع أنه هي حطة يعني ننتبه على كل فيديو بيقطع فيه فلتر اسمه للفلتر تحت يعني تمان صدق ومش كل شي منشوفه على الانترنت خلص هذا الشي بديهي أنه نصدق يعني أثار النفسية عن جد صعبة لأنه بتقعد بتصير بتفتكر أوكي هيدول الناس هلأدي حلوين هلأدي مرتاحين هلأدي بيدهر وهلأدي وتكون أنت عادة بتاختك عم تفرج عليهم بيخلص لنهار بتعملي اكتئاب صح وكان فيك الدور سيارتك وتفلي بتعيش كتير ومرتاحين وانت بتعملي اللي عم يعمله عادة عن هيك معيار الجمال مع الفلتر زي اللي منشوفهم دايما صار هلأ يمكن طلعت الشباب يقول لك لأ أنا إذا شفت صبية إنه مش هيدا الجمال اللي أنا مستنظر يمكن نشوفه فيه أحلى يدل يجرب الشخص ينبش على الجمال اللي عم بيشوفه بالعالم بالافتراض صح باري كانت أول لايف لقالي على تيك توك بيضو وي وما كثير حبات الاكسبرينس الشخص اللي سألني قال لي شو أحلى شي باللايف قلت له الفلتر حسيت حالة إنه عن زاده أحلى شي طوله الفلتر فلازم ننتبه إنه نفصل للحياة الواقعية عن الوهم كمانا مدار على الجسد الجسد هلأ نحنا مننتبه كمان في النوعين من الأشخاص اللي كتير بتستهلكون الإنترنت إما الشخص اللي بيجيب معه كل أكلاته بحطه نحده بده يقضي فترات طويلة عم بيلعب أو يمكن حتى بطبيعة عمله يكون هو كتير بيستخدم الأجهزة والأشخاص الأخرى اللي هي بتعيني يعني يالسمن المفرطة يا أما نقص بالوزن وحتى ببطل يفوت عطوالات الشخص بيحصل حاله وقت أطول تما يترك اللعبة وهونك تعم بخبرك مثل كمان ضجت بوقتها طبعا مش عنا بلبنان بالخارج خبرتك أنه توفى مراهق صح لأنه قعد 24 ساعة بلا أكل بلا شرب بلا دخول على التويلات عم بيلعب وبدو يكون يمكن كان بفوياته ما كان في رقابة أبوية وصار في عنده انفجار بدماء وضجت وقتا كتير وانتك تعم بتخبريني عن حالة تانية كمان ولد قتل أهله لأنه عم بيمنعوه كمان صح عم يلعب ومتاخد وهنا عم بدجوا ورا شي من هالنوع فأتلوا نكمل لعبته هلا أكيد هون في مرض يعني أبار أنه مش بس التكنولوجيا بس وقتل منشوف دايما العنف قدامنا يعني نتنبه كمان معظم الألعاب اللي عم يلعبوها أولادنا من أعمار صغيرة كتير عنيفة يعني هيدا التكرار لهالمشاهد يمكن بيصير لأ شي طبيعي إذا الولد عنده دجا أكيد شي مشكلة نفسها لازم نختم أنا وياك بس أقلهم أنا شو لقيت الحل وكت عم قللك يعني بتسحب الزوتر من جذوره من الكهرباء الأبوة صار ملينا يعني بتسحبه الكهرباء كله بتطفه لينزلوا يلعبوا على الطريق لأولاد لأنه لازم نمارس هالجدية إذا بديك بالمربع والتلفان والباد واللابتوب والكمبيوتر منهم بيبيستر مش هيك يعني إذا سكتين وقاعدين مش يعني منيح لهالشي مايا تانكيو لأوليك ولهالمشارك فاصل بسيط مشاهدين ومنتابع